الدكتور نبيل الحيدري كاتب عراقي فجر مفجأة من العيار الثقيل أنا أرى أنه هذا الفيديو اللي احنا جبناه لكم وده مش هتلاقوه غير عندنا بس كاتب ومثقف وناشط عراقي مهم الغاية ومؤثر بالمناسبة فيه الأوساط الخليجية والأوساط العربية لو نبيل حيدري اللي هو قدامي ده اللي بيكلم ده المزيع اللي بيديري للناد الراجل بيقول أنه اتعرض عليه أنه يتكلم لمدة خمس دقايق أو عشر دقايق بمليون دولار يتكلم يقول إيه طعا بيسمعه هو سؤالي بمباشرة هل الخطاب الإعلامي القطري بوابع الحالي يخدم الأجندة الإيرانية طبعا مئة بالمئة يخدم في الأجندة الإيرانية يعني عندما وحت هناك طبعا وقيت الوجود الإيراني دعوني وحتى المعهد الدبلوماسي وحتى تحدثت وكان إيران من الداخل وقال له نحن نريد نفهم الإيرانيين مش عداء ونحلل مسألة الإيرانيين وحقيقة جاء إلي بعضهم وطلب مني صراحة وهاي آخر مرة كانت عندي في قطر أنه أن أتكلم على الأمير محمد بن سلمان ويدفع لي مليون دولار كيف كيف؟ أنه أتكلم ضد الأمير محمد بن سلمان يريدك تتكلم ضد الأمير محمد؟ نعم نعم ويدفع لي هذا من اللي يحدث؟ هاي في المعهد الدبلوماسي في الدوحة هاي الندوة بعد ثاني يوم دعيته للمعهد الدبلوماسي وهذا شخص يعني مسؤول قطري طبعا مسؤول قطوي هم كل اللي اشتبعت بهم قطويين وإيش إن طبيعة الكلام اللي يبغى تتلم على المحمد؟ يعني أدهم حوس من الأمير محمد بن سلمان مشهوعة أم دوخهم شايف واحد عنده حوس؟ يعني هذا المشوى ضد الأخوان ومشهو أصلاحي ونيوم والعالم قالوا لي حتى خمس دقائق إلى عشر دقائق وإحنا مستعدين نعطيك هاي يعني طبيعة الخطاب وإيش انتقاد الأمير محمد بن سلمان؟ ايه أنا انتقد الأمير محمد بن سلمان ويدفعوا لي فقدرهم لا أنا أعطى مليون دولار مليون دولار يدفعون بمجود خمس إلى عشر دقائق أتكلم في قناة الجزيوة خيب بعد هذا ثاني يوم كنت في المعهد الدبلوماسي فأنا وفضلت ووجهت ليش رفضت؟ وفضلت لأنه خلاف المبدأ أنا أكتب أني عندي كتاب ده كتبة عن الأمير محمد بن سلمان اسمه رجل العصر ويدري بيه السفير ويدري بيه وزير الإعلام فده أكتب أعتبره رجل العصر هذا ورجل التغيير الأشياء اللي احنا كنا نحلم بها للشباب للمرأة للإصلاح الإسلامي للاعتدال لانفتاح على العالم لتغيير المملكة أزاء ما حصل في تسعة وسبعين من الثوة الإيرانية ومن التشدد ومن الأخوان المسلمين هاي كلها اللي احنا كنا الآن عم يحققها وأنا دا أكتب عنها يعني معقولة أجي أتكلم عليه وأني كاتب فأنا رجعت وكتبت عشر مقالات ضد قطر وتكلمت على التميم وتكلمت على الدوحة واعتبرتها الشر ونزلت مقال قناة الجزيرة في الميزان واعتبرتها قوة الشر وتحالفها ضد المملكة واعتبرت التحالف الثلاثي بين قطر وبين الإخوان وبين إيران متحالفين وأنا رأيتهم الإيرانيين حتى في المعادة بلواسية وقياها والبضاع الإيرانية والأخماء الإيرانيين فمن ذلك اليوم إلى اليوم يتصلون بعدها أنا سويت بلوك آه يعني أنت لان تقول القوى الشر تتمثل في الثلاثي هذا هذا الثلاثي الإخوان إيران وقطر وهم هاي الحملة ضد المملكة هم هؤلاء يقودوها الآن الحملة إذا مات صحفي عشرات الصحفي يقتنون في تركيا وفي إيران وفي العالم مليون دولار مقابل الحديث خمس دقائق أو عشر دقائق ضد المملكة العربية السعودية من قطر والسؤال كم نبيل حيدري وافق على أنه يتحدث ويهاجم السعودية ويهاجم مصر ويهاجم الإمارات بمئات الملايين من الدولارات كم تنفق قطر بأمولها وكم تنفق قطر بإمكانتها المادية ليتهجم ويتهكم على الدول العربية هذا العراقي نبيل حيدري رفض بشرف وبنبل وإباء كم من الآخرين الذين وافقوا على أن يأخذوا مليون دولار للحديث عن دولهم أيمن نور خد كام ومعتز مطر خد كام محمد ناصر خد كام و الزمر خد كام والإخوان الموجودين في قطر خدوا كام والقرضاوي خد كام وابن يوسف القرضاوي خد كام والبردعي خد كام وكل دول خدوا كام عرفتوا الفيلم فين الكلام اللي قدامنا ده مش كلام بسيط الكلام اللي قدامنا ده مش كلام سطحي ده بيوثق وبيؤكد ويبرهن على انه هؤلاء لا يتحدثون مجانا هؤلاء يتحدثون بملايين الدولارات يهاجمون بلدانهم بملايين الدولارات هؤلاء سقطوا ومحوا من جداول الانسانية والوطنية البرهان اللي احنا زعناه والاعتراف الخطير اللي احنا زعناه اللي بيؤكد انه كل ما يقال في الجزيرة كل ما يقال في قنوتهم مدفوع الاجر لا شيء مجاني عند هؤلاء